السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد تم الإعلان المباراة نوج سلك التكوين الأساسي الخاص بتنمية أعوان الإغاثة بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية إذن أخواني هذا هو الإعلان اللي قد نشرح فيها الشروط المطلوبة الشواهد والديبلومات المقبولة وكذلك الوتائق المطلوبة والطريقة لانتقاء والاختبارات وطريقة التسجيل وتسجيل قبل عشر شهر ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين والكونكونورا غادي يكون نهار سبعة وعشرين شهر ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين إذا إخواني غادي نشوفوا الآن الإعلان وأصوه راخل ونشوفه كذلك BIz de delle يعني دي الله المعلومات اللي خاصosكم إخواني تركزوا معي في هذا الفيديو هدا شاهدوا من الاول الاخير غضي نشرح فيه وغضي نتكفيه بزاف دير المعلومات. اذا اخواني كيف كتشوفوا هذا هو الاعلان واللي مطلوبين فيه تلتمية وثمانية وعشرين منصب وعني واللي غضي يحترفضوا اه منها بالنسبة دير خمسة وعشرين فيلمية الاشخاص المتوفر على صفة مقاومة او مكفور امه او عسكري قديم او محارب قديم. اول شيء هنا يفعل الشرطة اللي هو يكون الشرطة ديال السن. اللي هو سن ما بين 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكتر في فاتح يناير من السنة الجارية. اذا بالنسبة للعمر اخواني ما تكونش قل من 18 سنة وما تكونش اكتر من 26 سنة. اذا بالنسبة للشرط الثاني اللي هي شهادة دير التعليم يعني شهادة تعليم الاعدادي. وبالنسبة لهذه الشهادة التعليم الاعدادي اخواني ضروري يكون ناجح في الكاتر يام يعني منسبة للشباب اللي هما اه قرأوا في اه في التالتة اعدادي يعني في التاسعة اللي كنقولولي احنا الكاتر يام اه اخواني ضروري تكون اه تكون ناجح في الكاتر يام يعني في السنة التالتة اعدادي تكون ناجح فيها ما تكونش اه ما سقط فيها تكون الناجح تكون عندك الناجح في الكش شهادة او الى ما عندكش النجاح وقريتي متلا في في التالتة اعدادي متلا وما نجحتيش ولكن خرجتي من القراءة ومشي تدرتي الدبلوم ديل تكوين مهني اذا الدبلوم ديل تكوين مهني كيكون بلاص هاد الشهادة او لهاد المستوى ديل اه التالتة اعدادي اذا بالنسبة لهذه هذه هذه حالة خاصة بالنسبة للناس اللي ما منشحوش في التالتة اعدادي وعندهم الدبلوم ديل تكوين مهني يبقل لهم انهم يدفعوا اذا كينين جوج ديل اه الانواع هنا ديل الشوايد اللي ممقبولين شهادة ديل التعليم الاعدادي او ديل او الى ما عندكش ديل التعليم الاعدادي او ديل السنة التالتة اعدادي او لكاتر يامل اللي تقولوا ليه الى ما عندكش وعندك الدبلوم ديل التكوين مهني دفع بالدبلوم ديل التكوين المهني اذا بالنسبة الشرطة الثاني اخواني تكون عندك الرخصات سياقة من اه النوع ديل سي دي و بي يكون عندك هات ثلاثة ديل انواع غير اما يكون عندك بي او اللي يكون عندك دي او اللي يكون عندك سي يعني ثلاثة ديل الانواع اللي هما اه مقبولين نعمد بحصول التعليم الاعدادي ثم الكي indund ID هي انا اسمك ان تعليم الاعدادي اذا لا عندك زر القطاع و ما زر القطاع بيرميل من صيف بي سي او لا دي يعني واحد فهذه ثلاثة ديال اه ديال ثلاثة ديال دروا خصده. بالنسبة للشرط الاخر تكون القامة ديالك مترو وسبعين على الاقل. يعني تكون مترو سبعين على الاقل ما تكونش قل من مترو سبعين. بالنسبة للشباب ديالك مترو وخمسة وستين وتسعود وستين وثمانية وستين. ما مقبولش بلا ما تعد بورسكم وتسجلوه وتديرو هاد المراحل كله. اذا بالنسبة للقياس ديال الطول مترو وسبعين من غير انتعال الاحدية. لوقيتها فشل تعبر مثلا بسلا سببات لصنده لا تكون تعبر القياس ديالك المضبوط. والشرط الاخر ما يكونش عندك سوابق هادلية. وكذلك سكتفر على قدرة جسمانية لممارسة المهام الملوطة بجهاز الوقاية المدنية. والشرط الاخر اللي هو الاخر او الاخير اللي هو القبول ترشيح ديالكم من طرف لجنة الانتقاء. وراء غادي نشوفو هاد طريقة كيفاش كي يديرو الانتقاء ديال المترشحين. اذا اخواني قبل ما نمرو الطريقة ديال الانتقاء غادي نزيدكم واحد المعلوم اخرى. اذا بالنسبة للشباب اللي غادي يشاهدوا هاد الفيديو هادا غادي يقولوا لي بانني اه عندي الباكالوريا. واش يمكن لي يندفع بشهادة ديال الباكالوريا. اذا هذا غلط كبير. هذا ما خصكمش دولة الخطأ اخواني. هنا طالبين شهادة ديال التعليم الاعدادي. وطالبين الرخص ديال السياق. اذا هاد القضية ديال الباكالوريا او اللي عندي نيفو باكالوريا او اللي عندي اه يعني الاجازة او اللي عندي هادة. هاد الشواهد لها ما مقبولش. مقبول شهادة وحدة هي شهادة ديال التعليم الاعدادي ديال لقطريام. اذا منسبة للشباب اللي عندهم الباكالوريا يمكن لكم اخواني انكم تمشيوا مباشرة لمؤسسات اللي قرتوا فها لمستوى الإعدادي وتمشون للإدارة وتطلبوا منهم شهادة مدرسية اللي هي شهادة مدرسية إخواني اللي هي يعني كتتبت أنك عندكم شهادة مدرسية ولجحتوا في ذك شهادة مدرسية اللي كتشوفوا إخواني شهادة مدرسية بحالarily ق пят من المؤسسة اللي قريتوا فيها للإعدادي و يعني وإلى جبلة مثلا مشيتوا الإدارة ديلا أو ديلا أو ديلا المؤسسة اللي قررتوا فيها وما أعطوهاش لكم يمكن لكم أنكم تمشيوا للنيابة ديلا التعليم اللي كان في المدينة ديلكم أو الليلة ما أعطوهاش لكم يمكن لكم أنكم تمشيوا الأكاديميا إذن هذه هما إخواني مؤسسة اللي ستجيب فيها هذه الشهادة مدراسية هذه الشهادة مدراسية قد تعطيكم على سبيل المثال هذا المثال هنا المستوى الدراسي اللي قررت فيها الشخص هذا الثالث إعدادي وقد اكتملت السنة الدراسية النتيجة ينتقل لخصيكم فيها هذه ينتقل هذه ينتقل يعني ينتقل لمستوى الثانوي فتحبتين ؟ Eventuals إذن هذه هي الشهادة اللي خطيكم على جاء معكم إذا هذه هي الشهادة لخصكم جاء معكم في الإدارة إذن يعني بغيت نترق له ده، لهدي حالة لهدي الشهادة، أريد من تعرفها أن، لا يمكن لكم أنكم تدفعون بالبقالوريا أو من غير الشهادة ديل التعليم الإعدادي وإلى ما عندكم الشهادة للتعليم الإعدادي الشباب اللي عندهم الشواهد للتكوين المهني يعني في جميع التخصصات يعني ما ما تكلمش على التخصصات أي تخصص عندك أي شعب عندك في تكوين مهني يدفع بها يعني الضروري يكون عندك الشهادة للتكوين مهني تكون ناجح فيها وتكون واخد الشهادة تقدر لها تسكالها وتحطها معها الضوصي باش نوريكم الترقيق كيف شغل يديروا التسجال في هذا الكونكور هذا إذن الآن غادي شوفوا الطريقة دي الانتقاء المترشعين المقبولين إذن في المحلة دي القبول دي المترشعين جاب الله مثلا تقبلتي في هذا الكونكور هذا وعني قبلوك أنك تدوز أو لا تمشي تدوز الامتحان يعني أول امتحان دي الدوز إخواني وهو الفحص الطبي الفحص طبي أشنو فيه الفحص طبي إخواني فيه يعني قادي بدال الفحص طبي بطبيعة الحال من نهار 27 مارس 2023 بالمركز أو بالمراكز الاختبار التي ستحدد ومقرتها يعني هذه المقرة تحددوا نهار غادي يخرجوا النتائج إذن نهار غادي يعيطوا عليك ويقولوا لك أجي باش تدوز الفحص الطبي نهار 27 مارس مازين عشنو غادي غادي معك غادي معك البطاقة الوطنية وغادي معك صورة الأشعة الصدرية يعني الحديثة تحمل اسم المرشح يعني الراديو البلمونير وكذلك عادي أدي معك نتائج للتحليل للسقور في الدم نعم لزاناليزة للسقور وكذلك غادي أدي معك شهادة طبية كتثبت عدم الإصابة بأي مرض أو عاها كتضعف القدرات البدنية يعني الشهادة طبية شهادة طبية لا تشكر عند عند الاصباء سواء كان القطع الخاص ولا القطاع العام إذن هذي هي هذي المرحلة الأولى من الي غادي تديوز في هذه المرحلة الأولى وغادي شوفوا بأن القدر الجسمانية دي الكرام زيانة إذن غادي ممشوا غادي تنتقلوا أولا غادي تطلعوا الإختبار الرياضي إذن الإختبار الرياضي عشنو غادي اه الاختبار الرياضي الاختبار الرياضي دول البطاقة الوطنية وكذلك اللوازم ديال الرياضة وكذلك اللوازم ديل السباحة لان غدد دوز ثلاثة ديل الاختبارات في هذا الاختبار الرياضي تسلق ديل الحبل بعلو 12 متر ونص كذلك السباق ديل الف متر بالعداد والسباح ديل مئة متر حرة بالعداد ديال الاشخاص اللي هما ما يعرفوه في السباحة يعني كنصحهم انهم ما يدفعوش لهذا الكونكور هذا لان لوقتها فاش غدي يطلعو الاختبار الرياضي خصو مضروي انهم يضربو هيد مئة متر مئة متر سباحة حرة بالعداد وما زال غدي نقول السباق ديل الف متر غدي يكون سهل والتسلق ديل الحبل بعلو 12 متر غايكون سهل لبعض الاشخاص ولكن بالنسبة للسباحة لما تشكت عندكش مع الال السباحة ما قطعوش للسباحة يستحسن انك ما تدفعش لهذا الكونكور هذا اذا هدا هيكون واحدة اه مشكل كبير بالنسبة للاشخاص اللي ما يعرفوش للسباحة اذا من اللي غدي تنتقله ولا غد يعني غدوزو هذا الاختبار الرياضي غدي تدوزو مباشرة الاختبار الكتابي اختبار ما بعد الاخير اللي هو اختبار كتابي اللي تكون فيه نص واجابة عن الاسئلة عامة لمدة ديالها لمدة ديال الاختبار هذا غاية كفيه ساعتين وغاية يكون فيه اسئلة على شكل كيسي ايه اذا من اللي غاية تنشحون في الكتابي هدا غاية تمرو للاختبار الاخير اللي هو البسيكو تكنيك ولي كيستدعى المرشعين الذين يجهزوا بنجاح الاختبار الرياضي والاختبار الكتابي والاجتياز البسيكو تكنيك كيهدف التقييم الجانب السيكولوجي للمترشحين. اذا اخواني هذة هما الاختبارات اللي غد يتدوزون بعد ما انكم غد يتم لانتقاء ديركم باش تمروا لهذا الاقتبارات كلها وتدوزوها وتشعر فيها في الاخير. اذا هنا واحدة ملاحظة يعني كل سجيل الالكتروني ناقص او وارد خارج الاجل المحدد كيتطابر لغيا وكيبقى البارد الالكتروني هو الوسيلة للتواصل الامتل بين المترشحين والمديرية العامة للوقاية المدنية وبالنسبة لك انت هناك استفسارات او بعض المشاكل اللي كتواجهكم في التسجال او بعض المشاكل يعني بعض الاسئلة اللي هي مش رحتش انا هنا يا يمكن لكم انكم التواصلوا مع هذا البارد الالكتروني هذا هو البارد الالكتروني الخاصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية. اذا اخواني بعدما اننا اتطرفنا الوثائق المطلوبة وكذلك الطريقة الانتقاء والاختبارات الان غادي نمروا الطريقة كيفاش غادي نتسجلوا في هذا الكونكور هذا اللي هم مطلوبين فيهم ثلتمائة وثمانية وعشرين شخص ما زيان اذا اول شي اخواني غادي ندخلوا هذا الموقع هذا اللي هو خاصة بالوقاية المدنية وغنضغطوه على آآ سانسكريغ بات الطريقة هادي غادي يعطيونا اخواني هذا الرسالة هادي اللي كيقولو لنا انه آآ يعني آآ الجيميل او الاميل اللي هو مقبول بنسبة التسجيل مقبول الهوت ميل اي كلود الاوت لوك اللايف وكذلك الياهو هادي هما آآ لضومين اللي هما مقبولين الجيميل رغم ما مقبولش وبعض اللي هما اللي هما اللي عندكم دي آآ دي زي مايل اللي هما من غير هادي اللي زي مايل هادو رغم ما مقبولش بنسبة للي زي مايل ومنسبة للي كونت مقبولة القونت ديال هوت ميل مقبولة القونت ديال الاي كلود ومقبولة القونت ديال اوت لوك ومقبولة القونت ديال لايف وكذلك ليهو. اذا بالنسبة اخواني يعني الطريقة ديال انكم اه تطيبوا جيميل او لا ايميل اه تطيبوا في هاد الموقع هذا الخاص بالاوتلوك. ها هو اه طريقة ديروا لها سهلة. ديروا وفتحوا القونت ديالكم. وحصلوا له هاد اللي هي اللي هي تابعة للميكروسوفت لها ديال الاوتلوك. اذا رضي نرجعو للطريقة وهنا هنا اخواني غد نحطو الادرس مايل ديالنا وهنا هنحطو الكارت ناسيونال ديالنا وهنا غد نحطو هنا هاد اللقاز هادي. بعد ذلك هنضغطو الى اقصب تبات طريقة هادي. وغد نضغطو الى باش نمشو مباشرة ان فالديو الجيميل او الا الايميل ديالنا ونبدو نعمره في الاستمارة ديالنا. اذا اخواني كيف كتشوفوا هنا انا اضطت الايميل ديالي اللي هو ايميل اوتلوك. وهنا احطيت المرتلة كارت ناسيونال ديالي. وفالديت هنا في هاد الفلاسة هادي ضغط على ودرت هنا اقصب تي. وهنا ده بغ نضغط على بات الطريقة اخواني. وهو ما رسلونينا ضمون ديالنا الكونت ديالنا اللي هو كونت اه او تلوك اللي ديجا درت اللي يعني ديجا فتحت. ده بغد نمشي مباشرة للجيميل ديالي او للميل ديالي. وغد نضغط على بالطريقة هذي. ونمشي هنا يا. غد نلقى انهم صفتوا لي واحد ايميل اه 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 اللي هو ضروري انني غنفتحه. هنضغط على هاد اليميل. وهنا يا غد ناخد هاد الرابط هاد بات الطريقة هذي. ديالي كوبي. ونفتح كونت بات الطريقة هذي. هنا يا في هاد المكان من اللي فتحت هاد اله هاد الرسالة هادي من اللي اخديت هاد 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 اله اللي لين هادا او الهاد الرابط. وحطيته هنا احطيته في هاد لفنتخي جديدة. اعطوا لي هنا باش ندخل المطبس ديالي. اذا المطبس ندخل المطبس هنا ها ونعودوا في هاد المكان. حاولوا انكم تعقلوا على هاد الموتباس هادا باش تبقوا تدخلوا به دائما للقونت ديالكم. اذا نخواني بعدما اننا قدرنا لموتباس ديالنا دابا الكمت ديالنا راه اه تفالي ده. وغاد نضغطوه مباشرة على فالي دي بالطريقة هدي. غادي رجعنا مباشرة انا رجعنا الكمت او اللي رجعنا للباج للولانية. هنا غد نحطو اليميل ديالنا. ونحطو الموتباس ديالنا ونضغطو فالي دي باش ندخلو الاستمارة باش نعمروها. اذا ده هو الجيميل ديالنا. هذا هو الايميل ديالنا. وهنا اه احطينا الموتباس. وغاد نضغطو دبا على فالي دي. جيد جدا دبا هنا دخلنا مباشرة للكونكور. والطريقة ديال اه يعني اتسجال غتمر عبر اربعة ديال المراحل. المراحلة اللي لا غادي نختاروا الكونكور اللي هو هدا. اللي غادي يكون اخر اجل باش ندفعوا لضمون ديالكم هو عشر شرط لتالفين وثلاثة وعشرين. يعني هذا هو الاني اخر اجل. دبا غن ديرو شوازيغ يعني هنختارو نضغطو على شوازيغ بالطريقة هدي. ما اللي غادي نختارو شوازيغ اخواني غادي نمرو مباشرة نعمرو لضوني ديالنا اللي هما هدو. هده هم المعلومات اللي غادي نعمرو. هده هم المعلومات الشخصية ديالنا. هنا يا فات البلصة هدي نحطو يعني الاسم العائلي باللغة العربية. وهنا غنحطو الاسم العائلي باللغة الفرنسية. وكذلك هنا يحطو الاسم الشخصي باللغة العربية. وهنا غنحطو الاسم الشخصي باللغة الفرنسية. جيد. غد نجيب لهذا المكان هنا يا. غنحطه يعني تاريخ الازدياد. تاريخ الازدياد اخواني انكم حاولوا انكم تحتارموا تاريخ الازدياد او التواريخ اللي هم محطوطين في الكونكور. تاريخ التواريخ اللي هم محطوطين في الكونكور كيف كتشوفون يا. يعني تكون ما بين 18 سنة حتى ال 26 سنة. يعني 18 سنة على الاقل. يعني ما تكونش قل من 18 سنة. وما تكونش كتر من 26 سنة في فاتح يناير. يعني يناير هاد يناير اللي داز. ما تكونش كتر من هاد السنة هاد لا لا هاد الشهرج هذا. اقول اللي عفوا هاد يناير اللي داز ما يكونش عندك اه 27 سنة. وكذلك هنا ما يكونش عندك قل من 18 سنة. اذا التاريخ احاولوا انكم تضبطوه مزيان. اذا غنجيون هنا نعطون هنا اه طريق ديالنا نحطRel' هاد 게طلخ. مثلا من اراها هادا نختار السنة ديالنا بات طريقة هذي. نختار هاد هاده هو هاده هو مسا سنوات.biorهم السنوات اخواني. نجيل هناية ونختار السنوات بات الطريقة هذي. متلا على سبيل اليميتان. نختار هنا متلا الفينية وعشراتي قليلا سبيل اليميتان. ونضرل بحلقة. نختار بات الطريقة هذي. غن نجيول هاد المكان هنيا. هيه. أخطونا الرقم ديال البتاقة الوطنية ديالنا. اه بالنسبة لها اخواني حاطيني هنا واحد الضوصي هنا يا اللي هو نحط فيه اول وثيقة اللي هي لكارت ناسيونال. اول وثيقة هنحطها لكارت ناسيونال. نضغطوه وضغطوه واحدة هنا يا. بعد ذلك اخواني غديمشو مباشرة نضغطوه الى اه لكارت ناسيونال هي هدي اللي حولتها البيدي اف ونضغط ها لأوفغير. هاي لكارت ناسيونال ديالنا تم تحميلها في هذا المكان. اذا هنا نضغطوه المرتكة ناسيونال. هنا نضغطوه اه لداتا دنيسونس يعني تاريخ الازديادة. بالنسبة لها نختارونا الجنس اللي هو بالنسبة لهذه الكونكورة داروغي خصيصا الدقور فقط يعني نختارونا المسكولة. هنا سيتياشون فاميليال نختارونا يا سيليباتير. وبنسبة لها نكتبو هنا الاسم الشخصي للأب يعني السمية ديال الاب ديرك. نكتبو هنا باللغة العربية وهنا نكتبوها باللغة الفرنسية يعني الاسم الشخصي ديال الاب ديرك. بالنسبة لها الاسم الشخصي اه والعائلي الام. يعني في العادة بتبعون الاسم الشخصي. عاد كنتبعوا الاسم العائلي ديال الام ديالك. اه في هذا المكان هنا Wesley بان لدي الموضوع العائلي العادة للأم ديرك. وضعك بansين هذا الاسم الشخصي يعني هنا نضعها عند الص Carnage العائلي على لاسم الشخصي. هنا كنضعوا الاسم الشخصي باللغة العربية عاد الاسم العائلي اه لدي الا الام ديالك. بالنسبة لنا يا كلنا اخضعوا الرقم الهاتفي ديالنا يعني نحط الرقم الهاتفي ديالنا في هذا المكان على سبيل الميتان نحط هذا الرقم مثلا بالطريق هذي وهنايا نحط الجيميل او لا اليميل ديالنا اذا بالنسبة لهنايا نختار المكان الازدياد مكان ازدياد المدينة اللي احنا تزادينا فيها ما شدد احنا ساكن فيها هنا يختاروンタالي مدينة اللي انتما تزاديتوا فيها مثلا كنت مثلا بالمثال يتزاديتوا في نوعي هذه الصغة يعني تقللوا عن جميع المناطق الناتق عبر البلاس الهياء اليمكس مع المدينة اللي هما مدن كبار bijna الانαقل هو متألة بكل مدينة من المدينة فاسا وهنايا Heavenly راجطة المجاريع وعلى الجهاد التي تكون فيها مثلا جهات الرباط السلا القزاستات الطنج هناك جهات الشياث التي كان في المغرب كلها من الطنجة إلى القورة الجهات التي كانت في المغرب مثلا فاس مكناس و versebreaker كم ساكن فيها هنا هنا مدينة المدينة التي تساكن فيها أو تابعة المدينة مثل الداخلة ، مثل بوزنيقة ، أو أغادير هنا هنا مدينة المدينة التي تساكن المدينة اللي هي المتقل قريبا لهذه المدن هدو على سبيل المثال ندي مثلا انا فاس قريبا يا رأي ارتهن هنا هنا يا لادريس دو غيزيدانس هنا غاد نحطو العنوان اللي احنا ساكنين فيها على سبيل المثال نديل مثلا بحالة الشكل هذا الطريقة هدنا نكتب هنا العنوان ديرلي هل المدينة هنا العنوان دير للدار وهنا الشارع اللي ساكن فيه اذا هدو ما تنسوش هدو هدو ما تدير ما تقلش التشعج هنا ملا غادي تعمر المعلومات بات الطريقة هدي غادي يجي مباشرة ودير هنا هاتكليك في هاد البلاصة هدي ودير اكسيبتي بات الطريقة هدي ونديرو سويفون باش نتاقلوا المرحلة الثانية كيف شفتو اخواني هنا هنا اه ما اعطاني الحق ان ان يبوصو لي لان لذا تقالي بان هذا الاج او العمر دي الكرام ما عندوش الحق ان هو يبوصو لي لهذا الكنكور اذا سنبدلنا هذا التاريخ هذا وندير التاريخ مثلا هنا ندير الفين و اه ندير مثلا الفين و خمسة وندير شهر مثلا شهر جوج مثلا في في عشر بالطريقة هدي نشوف اشياء قبلها لان ولا لا مازينا نضغط على العيار البلاصة هدي ونديرو اكسيبتي وندغط على سويفون بالطريقة هدي اخواني مرينا مباشرة للوتائق اذا هنا بقاتلنا بقولين الجوج دي الوثائق بقولين ثلاثة دي الوثائق الوثائق الولا الكارت ناشونال الريد النار في الاستمارة الوثائقة الثانية اللي هي ديبلوم او الشهادة والوثائقة الثالثة هي البيرمي والوثائقة الرابعة نيقول لكم اذا بالنسبة لهنا غني اختاروا الديبلوم ديالنا يعني هاش سيرتيفكا اتود كوليجيال او لا الديبلوم كاليفيكاسيون يعني هاتي الجوج هادو الى عندك سيرتيفكا دي اتود كوليجيال اللي هي هادي شهادة مدراسية عندك شهادة مدراسية دي السنة الثالثة عيدة ديها اجبتها من اللي يقول واسكانتها الى عندك مزيان وانا ما عندك شهادة هذه ستكون عندك ديبلوم ديال التكوين المهني بسبب الشباب اللي ما عندهم مش او لا ما ننجحوش في السنة الاعدادية او السنة الثالثة اعدادية لكاتريام ما ننجحوش فيها خرجوا من القاتريام يعني ما كملوش ولكن مشاو داروا التكوين المهني ونجحوا في التكوين المهني عندهم ديبلوم هم اللي غادي يضغطوا على هاد البلاسة هادي ويضغطوا هنا في الزرقة هادي ويضغطوا آآ ديبلوم ديرهم مازين بالنسبة للناس اللي عندهم آآ سيرتيفيكا او اللي عندهم شهادة مدراسية جابوها من آآ من اللي يقول وقد تفف فيها الشروط ديال انها آآ مكتوبة فيها ينتقل ما يكونش فيها يكرر يكون فيها ينتقل إلا فيها يكرر ما يقبلوهاش يكون فيها ينتقل يعني فلان بالفلان كده 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 بأنه اكتملت سنة الدراسية مثلا بحل مثلا هنا سنة الدراسية ينتقل بحالة شكل هذا سكانيوها وجيو هاد البلاصة هادي وديرو سيرتيفيكا آآ ديزيتوت كوليجيان فالطريقة هادي وقد تجول هاد البلاصة هادي وقد تديرو بنضغط على آآ سيرتيفيكا وديرو اوفغيغ يعني هاد المرحلة هادي ديال المنسبة للناس اللي عندهم شهادة شهادة مدراسية اللي فيها ينتقل وإلا ما عندكم ش شهادة اللي فيها ينتقل يعني كتديرو ديبلوم ديال الكاليفيكاسيون إذن غنديرو بدل المرحلة هادي إلا عندكم هادك الشهادة كتجون هنا يا كتديرو الشهادة بالطريقة السيرتيفيكا ديزيتوت كوليجيال وقد ضغط على هاد البارتي هاد الزرق هادي وقدمشون هنا يا كتديرو السيرتيفيكا بالطريقة اللي أنا حولتها ونديرو اوفغيغ هاي السيرتيفيكا تحطت هنا يا غد نجيو هنا يا وغد نحطو التاريخ فاش خدينا آآ يعني فاش خديناها تشهادة دراسية إذن غلنا نختاره هنا يا خدينا مثلا شهادة دراسية خديناها مثلا على سبيل المثال بعض الطريقة نديرو بشكل هدا وهنا يا لتابلسمو لتابلسمو يعني آآ أشمن آآ فاش خديتها مثلا ندير هنا يا على سبيل المثال والطريقة الخواريزمية على شامل المثال هنا يا فضل بلاسة هذي اخواني غد نختاروا يعني البرميات اللي قلنا لكم آآ كينين الأصناف اللي مقبولين با والسي والدي يعني هذي هما هذي هما البرميات اللي مقبولين غالي ما يكون لديك البي او لا السي او لا الدي وإلا عندك واحد في هذا ستقدروا لأنك تحط تاخذ البرميات اللي تسكنيه من الوجه ومن الظهر ونتم تقوم بتصفر من البيدي اف غد نجول هذي المكان هنا يا وغد نختاروا البرميات اللي هو هذا وندلوا اف غير او البرميات تحمل هنا يا غد نجول هذي البلاسة هذه نكتبوه هنا الرقم ديل البرميات رح البرميات يكون في واحد الرقم كيف كي يبن لكم هنا يا في الصورة هادي هي ادواء نميرو ديل البرميات البرمي هو هذا يكون فيه شجر الارقام slash ويكون فيه ارقام خلين اللي كيكون مرة ذك slash اذاً غد نجول هذي البلاسة راح لكتغير الكاتيجوري في الأثور ستختار member B راح لكتغير C ستختارك أحد منهم مثلا الأشخاص الجديد مثلا البرمي هل كنتم التي لديكم الكثير من الأثور ستختار أحد على هؤلاء أع facing D ستوقف ب أعطاء الأشخاص الذين أرى بان ستصل هنا سيأتي هنا تاريخ انتهاء الصلاحي للبيرمي على سبيل المثال البيرمي سيسالي لي مثلا في الفين وثلاثين على سبيل المثال او لا وسبعة وشرين الطريقة هذه هذه المعلومات الخاصة بهذا الديبلومات يعني كيف قلت لكم اخواني اردوا البال هنا اذا عندكم سيرتيفكة او لا شهادة مدرسة بطريقة هذه حاولوا انكم تديروا تديروا هنا وتختاروا سيرتيفكة ديزيتود كوليجي هاد الولانية ونضغطوا هنا ونضغطوا السيرتيفكة دي عندكم يعني الشهادة ديال تقوين مهني قد ضغطوا على ديبلوم دو كاليفيكاسيون بروفيشيوني وكالجيون هنا هيا قد تحطوا لدات فاش خضيتو الديبلوم وكالجيون تحطونا لتابليسم فاش خضيتو الديبلوم يعني ديك المؤسسة ديال تقوين مهني اللي اخطوتي فيها الديبلوم قد تكتبون الاسم ديالها يعني هاد هي الطريقة سأضع لكم الى الارتفاق سأضع لكم الارتفاق سأضع للمشاهدة سأضع للمشاهدة في هذه الطريقة ونقوم بقاتل الوثيقة التي هي الوثيقة في الصورة سأضع لكم وإذا كنتم تسجيلوا من الوثيات أو من البيسي بورتابل يمكنكم أن تأخذوا الصورة لكم اخذوا صورة باستخدام الكاميرا من الوثيات أو لا كنتم تسجيلوا من الوثيات ونقوموا بقاتل الوثيات ونقوموا بقاتل الوثيات وإذا لم تكن لديكم صورة تكون محطوطة في البيسي أو في الجهاز الكمبيوتر يمكنكم أن تضغطوا على تليشارج بطريقة تليشارج سأأتي هنا تكون في مقاتل تكون على التطرف غير جميلة وعندما تكون على تكون على الرئيس أو تكون على رئيس ونقوم بقاتل البرس ونخبركم بنجم لكم نرى بنجم بنجم إذا نقوم بقاتل ونعم ونقوم بقاتل في المرحلة الأخيرة إذن هنه بيُعفي يعني لإكساكتود دهني سيزي آ防 والدعو إذن قبل من ديرو الوالدى صين ديال ديالنا غادي نحاول أننا نقلبو المعلومات ديالنا إلا ما كانش هناك شوي غلط إلا كان هناك شيء خطأ نحاولي ما أمكان أننا نديرو بخيسيضان ندخطو إلى Pedicesc المرة هدي باش نرجعو ونصحو الغلط اللي درنا وإلا كانوا المعلومات ديلنا صحيحين. ملكا نقلب للمعلومات دينا صحيح. هنمشو مباشرة ونديرو فاليدي. نضغط لها الخضراء ونديرو فاليدي بات الطريقة هذي. ملا غاد نديرو فاليدي كيقول لنا. فوزافي فاليدي فوتخو بخي كوندداتيو. يعني الفاليداسيون اه يعني ديال المعلومات راتتم بنجاح. اذا اخواني هذه المرحلة الاخيرة. وما تنساوش اخواني ان هذه الشهادة ديال اه ديال المدرسية خصوصكم ضروري انكم تجيبوها في المؤسسة اللي انتم ما قررتوا فيها. اذا سواء عندكم الباكالوريا عندكم اه يعني النيفو باكالوريا عندكم شي شي ديبلوم اخر رغم ما ما مقبول شعنده. جنو ديال ديبلوم او لاجب الشواهد اللي ممقبولين. شهادة ديال التكوين المهني وكذلك شهادة المدرسية الخاصة بالشهادة ديال التعليم الاعدادي. اللي هي ديال الكاتريام. وتكونوا فيها ناجحين او اللي تكونوا فيها تكون يكون مكتوب فيها ينتقل. حين تكون ناشح في الكاتريام. الى ما كنتيش ناشح في الكاتريام. وعندك الديبلوم ديال تكون مهني. وعندك العمر ما بين ثمانتاشر سنة حتى الستة وعشرين سنة. دفع لهذا الكوكور هذا. اللي هو غادي يكون اخر اجاب باش تفعوه للكونكور اخوان اللي هو حشرة شهرة الفين وثلاثة وعشرين. ولكونكور غادي اه يتنظم نهار سبع وعشرين مارسة الفين وثلاثة وعشرين. وكنتمنى لكم اخواني التوفيق. ما تنسوش دغطوا رزيغوا اللايك وتشتركوا في القناة ديال فلو زر جرسة باش تصلوا بالجديد ديال في رائعك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسيقى